أَفَمَنْ يَخْلُقُكَ مَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَرُونَ وَإِنْ تَعُدُّونَ يَامَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا هو اللقاء السابع من سلسلة أفلا تذكرون أحاول أيها الأحبة أن أذكركم في كل لقاء بآية أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية والله تبارك وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن فلو أنك كل يوم تدبرت آية أو حديثا يعني عسى أن لا تكتب مع الغافلين مع المقفلة قلوبهم لأن الله يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها اليوم أيها الأحبة نتدبر معكم مشاكل وأضرار ومساوئ الخمر على الذاكرة حتى بعد أن يتعاطى الإنسان الخمر بأيام يبقى أثر هذا الخمر مستمرا ربما لعشرات الأيام سوف نطلع على هذه الدراسة الغريبة جدا التي تربط بين الشرب الخمر وفقدان الذاكرة تماما طبعا الدراسة تقول هناك معلومات علمية تؤكد وجود علاقة وثيقة بين تعاطي الكحول أو الخمر وبين فقدان الذاكرة الذي أصبح من أمراض هذا العصر يعني في الدول الغربية لماذا يرتفع لديهم عدد الإصابات بالزهايمر أو مرض الخرف حاولوا أن يعرفوا هذه القضية وجدوا أن تعاطي الخمر يمكن أن يكون له أثر مدمر على خلايا الدماغ الدراسة أيها الأحبة قام بها فريق من العلماء في جامعة كوبيو الفنلندية تقول إن الإقبال المتزايد على تعاطي الخمر طبعا يسمونها مشروبات روحية وذلك هذا التعاطي في منتصف العمر يزداد لديهم هذا التعاطي يتسبب في حالة يعني تضعف لدى الشخص القدرة على تذكر الأحداث بشكل ملحوظ مقارنة بأولئك الذين يمتنعون تماما عن شرب الكحول طبعا أيها الأحبة هذه الدراسة تقول إن الفحوصات العملية التي أجريت على غير المتعاطين للخمور تؤكد أن لديهم قدرة على التذكر دققوا معي أيها الأحبة تبين هذه الدراسة أن الذي لا يتعاطى الكحول لديه قدرة على التذكر أكثر بأربع مرات ممن يشرب الخمر إذن أنت عندما تشرب الخمر ينزل مستوى التذكر لديك بنسبة 75% يتبقى لديك الربع 25% بنك سكوتلندا أجرى مؤخرا دراسة بين الطلاب الجامعات في بريطانيا وبينت هذه الدراسة أن مجموع ما ينفقه الطلاب فقط هذه الدراسة على الطلاب وفي دولة فقط في بريطانيا يصل إلى حدود مليار جنيه استرليني سنويا مليار جنيه فقط الطلاب لم نأخذ بقية الشرائح التجار والمشاهير والممثلين وأصحاب الأعمال والموظفين وغير ذلك فقط شريحة الطلاب لذلك أيها الأحبة هذه الدراسة نستطيع أن نتأكد أن الذي لا يتعاطى الخمر نهائيا تكون ذاكرته أفضل بأربع مرات من غيره إذن تعاطي الخمر أيها الأحبة بالفعل شيء مدمر وشيء مرعب تماما الآن أنا لدي دراسة ثانية تقول إن القليل من الخمر ماذا يعني؟ يساوي سرطان الكبد والأمعاء القليل من الخمر كل يوم يؤدي إلى سرطان الكبد وصرطان الأمعاء أعاذنا الله من شر هذه الأمراض جميعا الدراسة نشر ملخص عنها في مجلة ديلي تيليغراف المعروفة تقول هذه الدراسة إن كثيرا من الناس يجهلون حقيقة كون تناول الخمور يزيد من مخاطر التعرض للسرطان رغم وجود أدلة قوية على ذلك يعني يا من تشرب الخمر ماذا تريد أكثر من ذلك؟ تدخل إلى جوفك مواد لتسبب لك سرطانات في المستقبل؟ أفلا تعقلون؟ أفلا تذكرون؟ هذه الدراسة أيها الأحبة تقول إن استهلاك الخمر يزيد من احتمال التعرض لسرطان الأمعاء بنسبة 18% وتزيد من احتمال حدوث سرطان الكبد بنسبة 20% لأن الخمر لا يقتصر أثره فقط على أجهزة الجسم بل يدخل إلى أعماق الخلايا ويدمر الحمض النووي DNA هذا الحمض النووي المسؤول عن سلوك جسم الإنسان وعن سلامته وعن صفاته اليوراثية يدمر هذا الحمض النووي ويحدث تشوهات فيه مما يجعله عرضة بخطر الإصابة بالسرطان طبعا أيها الأحبة المسؤول بالصندوق العالمي للسرطان الدكتور راشل تومسون يقول إذا كان الشخص يتناول يوميا نصف لتر من النبيذ أو كأسا كبيرة من الخمر فإن العلم أظهر أن هذه الكمية كافية لضرب الكبد والأمعاء لديه وإحداث خلل في نظام عمل الخلايا وتطوير وأن تتطور إلى خلايا سرطانية طيب ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ صحيفة ديلي تيليغراف تؤكد أن سرطان الأمعاء هو ثالث أكثر سرطانات انتشارا في بريطانيا حيث تم تشخيص أو يتم تشخيص يعني بحدود 36500 حالة سنويا يموت منها 16000 يتم تشخيص سرطان الكبد لدى 3000 بريطاني سنويا ويموت بسببه عدد مماثل كل هذا كل هذا أيها الأحبة ولا يتجنبون الخمر سبحان الله يعني لا يوجد عقل كل هذه الأضرار والدراسات وهم من قاموا بها لسنا نحن من قمنا بهذه الدراسات وقدمناها إليهم ليشككوا بدراساتنا هم من يقوم بهذه الدراسات وهم من يقدمونها لأنفسهم وعلى الرغم من ذلك لا يقتنعون قوة الإسلام أيها الأحبة أين نجدها؟ قوة الإسلام في قوة التعاليم التي يحملها ليس مجرد الإسلام ليس مجرد صلاة وعبادة ومظاهر خارجية لا لا هذه زينة الإسلام هذه المظاهر هي زينة المسلم ولكن الإسلام الحقيقي قوته بقوة التعاليم التي يحملها يعني المسلم عندما يمتنع عن شرب الخمر هو يستجيب لنداء الله يعلم أن هناك نار جهنم بانتظاره إذا عصى أوامر الله يستجيب لأمر الله فاجتنبوه لعلكم تفلحون ويستجيب لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره حيث لعن في الخمر عشرة كل من له علاقة بالخمر لعنه النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي هذا التحذير الشديد يجعل المسلم يبتعد ويقول لك أنا لا أريد أن أقترب من هذا الخمر وبالتالي يحصن نفسه ويحصن أسرته لأن هذه الأمراض تنعكس على الأسرة وعلى الدولة مليارات الدولارات تتكلفها كل دولة للإنفاق على مشاكل تعاطي الخمور من حوادث وأمراض وسرطانات وغير ذلك وتعطيب ساعات عمل لذلك أيها الأحبة صحيفة ديلي تيليغراف ماذا تقول تقول إن هذا التحذير التحذير من الخمور يدحض بعض الدراسات الأخرى التي تقول إن تناول الخمر بشكل معتدل يساهم في إنعاش أو فائدة القلب علمتم أيها الأحبة الدراسات المضللة التي تقول إن القليل من الخمر يعني مفيد للقلب وقاموا بالفعل بدراسات وأعطيت صبغة علمية ضحضوها الآن وقالوا هذه دراسات مضللة وغير علمية أصلا ولم يراعوا المعايير العلمية أثناء دراستها لأن الخمر يشوه الشريط الوراثي الموجود في خلايا القلب فكيف تقول إنه مفيد للقلب إذن أيها الأحبة الجهاز الإحصاء لبريطاني نشر بيانات تظهر أن عشر مليون بريطاني يتناولون الكحول أو الخمر بمستويات خطيرة هذا فقط في بريطانيا طيب والله أيها الأحبة يعني أنا عندما أنا كمسلم عندما أقرأ عن هذا الوباء الذي هو الخمر الذي هو شر من فيروسات مثل كورونا وسرس وغيرها لأنه يقتل الملايين سنويا دون أن نشعر عندما أقرأ أمرا إلهيا يقول لي يا أيها الذين آمنوا الخطاب لك أيها المؤمن يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر القمار والأنصاب هذه عادات شركية كانوا يذبحون لغير الله والأزلام كانوا يستقسمون بالأزلام ويعني موضوع آخر سنخصص له إن شاء الله حلقة هذا الموضوع والإعجاز الموجود فيه كانوا يثقون بالطبيعة بالفلك يعني مثل اليوم الذين يثقون بما يسمى بعلم الأبراج أو التنجيم أو غير ذلك فكانوا يعني يتركون شؤون أمرهم إلى الاحتمالات وإلى الطبيعة وإلى المنجمين كل هذا ماذا قال عنه القرآن بما فيه الخمر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون هذا ما يقوله العلماء بالضبط اليوم ينادون من الضروري أن تجتنب الخمر أيها الإنسان لتعيش حياة سعيدة ولتحافظ على دماغك على الأقل يعني أهم جهازين في الإنسان القلب والدماغ على الأقل حافظ على هذين الجهازين هل تعلم عزيزي المشاهد أن شرب الخمر يقلص حجم الدماغ يعني أنا لدي هنا دراسة والله الإنسان يستغرب من هذه الأضرار الهائلة التي تكشف يوما بعد يوم وندرك عظمة ديننا وأنه لا يحرم شيئا إلا إذا كان فيه ضرر بالغ علينا دراسة أمريكية أيها الأحبة نشرت نتائجها في مجلة أرشيف الجهاز العصبي تبين أن الشرب الخمر بكميات كبيرة من شأنه أن يؤدي إلى تقلص حجم الدماغ عند الإنسان يعني أنا هذه معلومة تذهلني بصراحة يعني باحثون في جامعة ويلزلي طبعا قاموا بمجموعة من الدراسات وقاموا بإحضار بحدود 1839 أمريكي كنماذج للاختبار عليهم تتراوح عمارهم بين 33 عاما و88 عاما وأجريت لهم يعني أجري لهم مسح تصويري بالرنين المغناطيسي لإظهار حجم الدماغ لديهم وقاموا بمقارنات بين أشخاص يتعاطون الخمر وأشخاص لا يتعاطون الخمر وأشخاص يتعاطون بشكل متوسط إلى آخره وجدوا أن الذي يتعاط الخمر بشراها عانى من تقلص شديد في حجم الدماغ ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هناك مليارات الخلايا قد دمرها الخمر يعني أنت بمجرد أن تتناول هذا الخمر يدخل ليدمر خلايا في دماغك خلايا مسؤولة عن الذاكرة مسؤولة عن اتخاذ القرار مسؤولة عن سرعة الاستجابة مسؤولة عن حياتك بشكل عام لذلك نجد أن المدمن الخمر لا يستطيع أن يستمتع بحياته أيها الأحبة الدراسة تقول إنه بالمقارنة مع الممتنعين عن الشرب نهائيا شرب الخمر فإن الأكثر شربا للكحول يعني الذين لديهم شرب يوميا للكحول كان لديهم دماغ يقل في المتوسط بنسبة 1% عن المعدل الطبيعي للدماغ ويتقلص يعني حجم المخ طبعا يتقلص بشكل عام بمعدل يقدر بحوالي 2% كل 10 سنوات فتصور أنك تضيف له 1% تصور أيها الأحبة إذن هذه المعلومات تجعلنا أيها الأحبة نحذر ويعني أود أن أختم معكم بقول هذا البروفيسور أندروس أركسين هذا بروفيسور أخصائي في الطب الشرعي بجامعة أوميا السويدية يقول إن الخمر يلقي بغشاوة على العقل كما أن الرغبة في تدمير الذات أو معاملة الآخرين بعدوانية تكون أكثر حدة تحت تأثير الخمر لقد أظهرت الدراسة أن مشاكل الخمر لا ترتبط فقط بالسكر أو بالحوادث أثناء قيادة السيارة حوادث السير ولكن هناك عدد من الناس يموتون موتا مفاجئا بسبب الإدمان على الخمر وهناك أناس تتطور لديهم رغبة عدوانية ونزع عدوانية تجاه الآخرين طيب الله تعالى ماذا قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء كان مواضح جدا البروفيسور وجد أن الخمر يلقي بغشاوة على العقل ويطور لدى الإنسان رغبة عدوانية تجاه الآخرين وبخاصة المقربين منه لذلك تحدث لديهم ملايين الاعتداءات ضمن الأسرة يسمى عنف منزلي نتيجة تعاطي الخمر والله تعالى يقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر طبعا القمار أيها الأحبة سنخصص له حلقة شيء مذهل نفس الأثر تماما تماما الخمر والقمار يحدثان نفس الأثر العدواني لدى الإنسان ونفس الأثر المدمر في الدماغ في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون نقول والله أيها الأحبة لا نملك لا نملك إلا أن نقول وأنا كإنسان يعني أنتمي لهذا الدين عندما أقرأ هذه المعلومات أزداد حبا لهذا الدين وأزداد اعتزازا بانتماء لهذا الدين الحنيف وأقول الحمد لله على نعمة الإسلام نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون